أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي وكعادته كل أسبوع التقى قداسة البابا فرانسيس بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تأمل قداسة البابا اليوم في موضوع الثبات في المحبة وذلك من خلال المثابرة على الصلاة لأنها دعوة لا بل هي أمر يأتينا من الكتاب المقدس الذي قال لا تكف عن الصلاة في الحياة المسيحية حرارة يجب أن لا تنقطع أبدا تشبه النار المقدسة التي كانت تحفظ في المعابد القديمة والتي كانت تحترق دون انقطاع وكان على الكهنة أن يحافظ عليها مشتعلة هكذا يجب أن تكون فينا أيضا نار مقدسة تجتعل باستمرار ولا يطفئها شيء الصلاة هي نوع من خط موسيقي نضع نحن فيه لحن حياتنا إنها لا تتناقض مع النشاطات اليومية ولا تتعارض مع الواجبات والمواعيد الصغيرة العديدة على العكس بالصلاة يجد كل عمل معناه وسببه وفي الصلاة يجد الإنسان سلامه وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ليس بالأمر السهل مع كل الانشغالات اليومية لكن لنفكر أن الله أبونا ويعتني بالكون بأسره وهو يتذكر كل واحد مننا دائما فعلينا نحن أيضا أن نتذكره دائما العمل والصلاة متكاملان الصلاة والتي هي نفس كل شيء تبقى كخلفية حيوية للعمل حتى في اللحظات التي لا تكون فيها ظاهرة صراحة الانغماس في العمل إلى حد أننا لا نجد وقتا للصلاة أمر غير طبيعي الأوقات المكرسة للمكوث مع الله تحيي الإيمان والإيمان يساعدنا في الحياة العملية ويغذي الصلاة دون انقطاع في هذه الدائرة بين الإيمان والحياة والصلاة تظل نار المحبة المسيحية التي ينتظرها الله من كل واحد مننا مشتعلة والآن تحييط البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية الصلاة هي نفس الحياة وجميعنا مدعوون أن نعيشها حتى تصبح صلاة غير متقطعة وهي ركيزة الحياة المسيحية مثل التنفس الذي لا يمكن أن يتوقف ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر